خبر حلو بقى خبر حلو قوي انا النهاردة هشيط باتحاد الكرة مرتين نقول للمرة الاوانية نقول للمرة الاوانية اتحاد الكرة المصري قرر يجهز حفل لتكريم محمد الصلاح على هامش معسكر منتخب مصر المقام حاليا سالة المبراطية ملاوي حفل التكريم هيكون بمناسبة ان محمد صلاح بقى الهداف التاريخي لليفربول بعد تسجيله اكثر من 128 هدف بقميس الريدز عشان يتخطى طبعا الرقم الكياسي باسم روبي فاولر حضراتكم معارفين الكصة دي اتحاد الكرة بيرتب حاليا مع الجهاز الفني ليه منتخب مصر عشان ياخدوا المعادة النهائي ليه حفل التكريم والمكان والشخصيات اللي هيتم دعوتها ده موقف عظيم ومحترم ويا ما ندنا به محمد صلاح نقعد كده طول الوقت نشمشم عالمناسبات اللي ينفع نكرمه فيها ولو علي انا اكرمه من الببل الطاق كده كل شوية يعني كل ما يعدي علينا كل ما عسكر اهنكرمك ليه اهنكرمك وخلاص انت كل يوم فرحنا انت كل يوم مشرفنا انت كل يوم رفع راسنا انت كل يوم تبقى خير مثال لإسم مصر في كل حتة في الدنيا لو علي انا اكرمه بمناسبة ومن غير مناسبة بس كون انتحاد الكرة شايف ان فيه مناسبة وهي مناسبة فعلا كبيرة انه بقى هدف التاريخي لفريقه في الدولة الانجليزي فقال هنكرمه برافو برافو اتحاد الكرة المصري برافو خد بالك انا من موقعي هذا ياما انت قط اتحاد الكرة في اسباب كثيرة ومنطقية بس دايما لما الناس تعمل حقا كويسة نقول عملوا حقا كويسة لازم الموضوع مش خلافه او لوم شخصي احنا كلنا بنحاول نشتغل لمصلحة الرياضة والكرة المصرية اتحاد الكرة لم يعمل حقا كويسة برافو اتحاد الكرة لم يعمل حقا غلط لا ونقف ونشاو